لكن كنا قلنا كابتن شوعب شافي أنكر على رئيس النادي الآلي كابتن محمود الخطيب أنه يتخذ عقوبات ضد الفريق بعد خسارة مباراة الصوبر هل ده صح؟ رغم أنه وفقا للتفويض ده طبيعي جدا وفقا للتفويض والرؤية والمعطيات التي يراها الكابتن محمود الخطيب بس هل كابتن الآلي في مختلف الأجيال مع الكابتن شوعب شافي؟ ولا لا؟ نبدأ مع الكابتن أحمد شوبير النادي الآلي بالأمس قرار بقبات وغرامات على معظم اللعبين يعني إيه معظم اللعبين؟ والآلي بيفرق المراضي آه لأنه ما تقدرش تقسم لمكوسوني مثلا لسه بقولي هادي ولا حسام حسن ولا كريم فؤاد ولا أحمد عبدالقادر ولا عمار حمدي ولا بيرسي توم مش تقسم لهم لسه بيقولوا هادي يعني لعبة شافت أن العقوبة تقيلة الرد جاء ضمنيا مستحقتكو مشي بسم الله ما شاء الله مكافئاتكو كلها بسم الله ما شاء الله فلا تقصير من إدارة النادي وبالتالي زي ما بتتكافئ ساعة الفوز زيها بالضبط لما بتخسر بطلتين فأقل من شهر لازم تتعاقب قد يرى البعض أنه العقوبة جديدة شوية أو أنه المبلغ كبير شوية العقود برضو عالية على فكرة كابت الخطيب مش هيكتافي بكده يعني هو الراجل اليوم ما خسروا الدور العام في أرض الملعب نزل لهم كان ونادرا ما تحدث في تاريخ النادي الآلي لكن تعمد أنه يتكلم قدام الناس كلها وشال حمل الهزيمة وخسارة البطولة من على أكتافهم يعني هو كابتن طبعا شو بير اللخص الكلام وهو متفق معنا متفق مع المنطق ومتفق مع أصول الإدارة بتكافئ وتجازي وآخر حد من الأجيال اللي اعتزلت حديثا كانت كابتن شادي محمد نشوفه يعني من حق مجلس الإدارة زي ما اللعيبة بالطالب بأمور مالية كتير جدا من حقك أنت لما يكون فيه إخفاق في بداية سيزن لأن الطبيعي البطل لازم دربة البداية بتاعته تبقى قوية جدا الرسالة لأفريقيا والدوري المحلي وخصوصا أنت لخسرهم في الآخر فطبيعي جدا البيان نزاجة بس أنا كنت حابب يضاف عليه حاجة إن اجتماع مع اجتماع عاجل مع المدير الفني ويعرف منه أسباب الهزيمة خصوصا اللي هو ألف البيان أو ألف البيان إن وفرنا كل حاجة للمدير الفني فصارت بطولة زي السوبر وقبلها الدوري هل بيهدد استمرار المسلمين في الفترة جاية؟ النادي الأهلي ما بيحسبش بالقطعة النادي الأهلي سنين طويلة ديكسي كان مدير فني من وجهة نظري متواضع جدا بس النادي الأهلي سابه ويكمل السيزون ما فيش دلوقتي أيام ديكسي وأيام الناس دي أي إنسان عنده خبرات وعنده منطق مع مستقيم محدش هيعارض الثواب والجزاء حتى لو كان الكابتن مجد عبد الغني ده بالذات لازم مجد عبد الغني يبقى فهم كده نسمعون بيان محترف لك ممتعناش في التحليل كان في تحفيز غير عادي وكان فيه مساندة غير عادية من مجلس إدارة نادي الأهلي الفترة الفاتت بعد خسارة الدوري كانوا واقفين جدا جنب اللعبة حتى في المعاصف بسمعيش يا حمود أنا عندي نقطة ورده كابتن مجد ما عليش محترام يعني الناس الإداريين ملونش دعوة للطبيين لا هم مش أما بيكسبوا بياخدوا مكافئات لا يعني مش متداخلين في الأداء مليش دعوة بالتداخل اللعب بيكسبوا حتى لو نسبب التناسب يا جماعة الاداري والطبي دول ما بيلعبوش في الملعب يا جماعة دي تفاصيل ما هو مؤكد القرار ما هيستبعد الناس اللي لسه ما بقى لاش دول ومش هتشيل الليلة دي مؤكد القرار مش هيجي عند يعني الاداريين اللي هم ما لهمش علاقة هم نتحدث عن القيادات المؤثرة صحبة القرار والتأثير هيتخصن منها كل يعني مؤكد مؤكد فيه تفاصيل لكن الفكرة في المبدأ العقوبة مبلغها كبير لان بطولتين زي ما بقول ورا بعض والبطولة التانية دي ملهاش معنى انك تفقدها يعني فيه فيه بطولات بتلاقي لها تبرير بالأمس أو أول أمس ما كانش فيه مبارنة تخسر بطولة دي ممكن ممكن تخسرها وانت فيه نحس فيه سوق بخت آه تعمل يعني تأدي كويس كور في العرضة مش عارف ايه بتاع تأدي كويس آه إنما يبقى ان انت ساعد ولم توفق ما كانش حيبقى فيه عقوبات أو إذا كانت حيبقى فيه عقوبات تبقى بنص اللقيحة البسيطة لكن مؤكد إن الكابتن الخطيب محطوط في اللوايح عنده إنه من حقه يعني وستند إليه اللوايح مش مش فكرة مزاجية يعني صحيح آه طيب نشوف كمان إبراهيم سعيد كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي خد قرار وأصدر قرار بخصم 300 ألف جنيه من كل لعب وكل فرض في الجهاز الفني رائع كده يعني شاهد إبراهيم إن في المواقف اللي زي دي الخصم الفلوس بيبقى مهم طبعا لازم لنبتدأ نخد بالك النهاردة الأهلي ضيع بطولة مش أقول بطولة سهلة يعني بطولة المفهود إن اللعيبة ديت عندهم الخبرات وعندهم آآ كيمة كبيرة زي حجم النادي الأهلي إن انت بتخرج من بطولة أو بتخسر بطولة بالشكل ده سيبك تعافي يا بيديو لو فيه أداء أقول ما فيش مشكلة أما النهاردة ولا أداء ولا تركيز اللعيبة النهاردة نازلة تحس إن عندهم سكة زيادة آآ الخطوط متبعدة عن بعض ما فيش تركيز لعبة النادي الأهلي اللي احنا متعودين عليها أنا واحد من ناس شرف لنا فيهم لعبة النادي الأهلي اللعيبة النهاردة نازلة آآ تحس إن حتى الضغط والسرعات ما فيش ملخص كلام الكابتن إبراهيم الشخصية اللي أهلي ما كانتش باينة في الماتش مش ده أداء اللي أهلي المعتمدين عليه خطوط متبعدة ما فيش سعي جاد ما فيش آآ يعني وكأن الأمر آآ يعني الناس مش مستوعبة اللحظة لم تأخذ بالأسباب أستاذ إبراهيم آآ آآ ودائما أنا للأخذ بالأسباب ولذلك على المرء أن يسعى أن يسعى لذلك أنا بقول لك إيه هو الإدارة اللي خدت بالأسباب وجابة لبن العصفورة في كل الألعاب آآ ها كمان هتعمل إيه ولازم تبحث عن أسباب الخسائر وزا ما بتكافئته جازي بالضبط والجزاء مش معناها ده صاحب ثقة أو إنك إنت بتقول للناس إيه الأعرف ده لا بتقولهم يا جماعة ما يصاحش فيه دي ما عملتوش اللي عليكم نراجع بعض فيه دي ما عملتوش اللي عليكم ومن ثم زي ما بنكافئ ونكرم ونعمل ونعمل حفلات ونعمل نجمات ونعمل بنحاسب بنحاسب برضو وخلي بالكم هو أنت في الآخر كل الشغل بتاع النادي الأهلي ومسؤولين النادي الأهلي لعبت النادي الأهلي لإسعاد الجماهير أيها الجماهير لم تسعد بقالها مدة فواجب العقوب طيب إذا كان ده رأيي عدد من كابتن النادي الأهلي في مختلف العصور عن ما صدر من عقوبات الأخرون كيف يرون العقوبة الكابتن أحمد حسام ميدو أعتقد رأيه مهم كواحد من المحترفين الكبار جديد إن الأهلي يعمل غرامات على اللعيبة والجهاز الفني والإداري والطبي وهي اللي اندعنا المواقع الرسمية أنا أعتقد ممكن تكون الصبقة الصبقة الأولى وده بيوريكم إن فيه حالة من الغضب وحالة من الاستياء من الكابتن محمود الخطيب على كل فرقة الكورة وأنا بقول لك كابتن الخطيب بيفكر إزاي بحاول إن أنا يعني أشوف بيفكر إزاي رجل دايما في المواقف اللي زاي دي بيفكر يقول الفرقة دي تغلبت صح الفرقة دي كانت بالقاتل وعملت اللي عليها ولا لأ أنا بقول لكم إن أول حاجة جات في دمخي كابتن محمود الخطيب مبارح بعد المباراة لأ الناس دي ما عملتش اللي عليها أنا النهاردة راجل أنا وانا مدرب وانا رئيس نادي لعبتي خرجت بالدم خرجت أنا شفت سنانها بتعض في المطش وبتحاول وحظوهم وحيش وكور في العرضة وبتعود غلب وبدرابات جزاء لأ منفعش عمل عليهم عقوبة أبقى أنا راجل آآ ظالم إنما كل الناس بتفرجت على المطش مبارح بصراحة يعني حتى أنا راجل زي ملكي هو بتفرج على المطش لأ مش ده الأهلي لا الأهلي الأهلي اللي أنا عرفه إنه هو بيعض في المطش لغاية آخر ثانية العقوبة أساسها أساسها إن كابت المحمود الخطيب حاسس لا الناس ما عملتش اللي عليها وأنا أتفق معاه مليون في المائة والله الكلام شبه بعضه لأنه في صدق يعني الاتفاق على مبادئ محددة الثواب والعقاب اعمل اللي عليك مش حزعل منك حزعل عموك بس مش حزعل منك لكن ما تعملش اللي عليك وتوصلني إن أنا أهدر بطولات المفروض إنها تبقى فحضني لا يبقى أنت حاسب وهو نفس الكلام اللي قاله ميدو نفس الكلام اللي قاله إبراهيم سعيد تقريبا نفس الكلام اللي قاله الكابتن مجد عبدالغاني وكابتن شاد كل الكابتن دول كلهم بكابتن يعني كل الكابتن دول تعرضوا لمواقف كلهم زي ما وبعدين الأجهزة الفنية والإدارية لما بيجي الخير بيعوم ولا ما بيعوم مش بيعوم بيقول لك مكافأة الأجهزة الفنية ومش عارف بزرط وده اللي قاله كابتن مجد عبدالغاني قالك كل دول بياخدوا مكافأات عند الفوت خلاص أنت بتكلم على الحالة ونفسك يبقى أنت وإنت كلعيب شايف أنت أزيت ناس ملاش لازمة يبقى أنت وإنت جهاز فني شايف أن الخير بيعوم والضرر ما ينفعش ويخص على فكرة القرار قال أن بقيت الأعضاء الأجهزة الإدارية والكلبية بالنسبة وتناسب طبعا لأنه لما بياخدوا مكافأات ما بياخدش الحد الأقصى نفس الخيبة العالية فهو لما قال كده كان يقصد أصحاب الشأن المباسي لكن بتتفرع الأمور بتوبى كل حاجة بقدرها طبعا ده العقل يعني إنما إحنا بنكبر الأمور يعني والله بكتر السرد والرغي ده يعني البديهيات ما كانش ينبغي إنها تتناقش حتى في كل الوسائل الإعلام بالطريقة دي ثواب وعقاب لوائح ده لوائح بتبقى فيها الكلام ده بس يمكن عشان ما تعودوش إن العائبت الأهلي ما تعاقبوش قبل كده والجيل ده لأن ما كانوش يستحقوا العقاب لما استحقوا العقاب يتعاقبوا مش عايز يسميه عقاب الجزاء ما استحقوش أن يطبق عليهم الجزاء لكن لما استحقوا أن يطبق عليهم الجزاء طبقوا واستحقوا كل هذا النقاش مع إنه منطقي جدا 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 وفي ناس كانت بتوقف في بقية الدوري شوفنا في ناس وقفت المستحقات طبعا وفي ناس خاصة مستحقات ما هو مبدأ صحيح فإحنا بس المناقشة لإن الأهلي مش متعود والرأي النقدي مهم جدا للاستاذ حسن مستكاوي بص يعني مش عايز دايما يعني الناس تفكر في الفلوس هو بياخد كام عشان يتقصر منه 300 أهل العيب الكورة في نادي الأهلي بياخد فلوس كويسة عشان الكورة دي بالتحديد بتديب فلوس كتير للنادي الأهلي أنا على قد علمي بتديب للنادي الأهلي يعني في كل ثلاث سنين أكثر من مليار جنيه فإذن الكورة في النادي الأهلي بتكسب العقوبات شيء بديه أنت لما بتكسب بتاخد مكافئات لما بتخسر بعقوبات بعض النظر للعقوبة شكلها إيه إما فلوس إما إيقاف إما يعني إنذار يعني شكل العقوبات كتير جدا فوارد أوي فيه لوايح كمان في اللايحة بتاعة النادي أو أي نادي لما بتكسب بتقولي لكل اللعيب يعني إنت لما تكسب هتكسب كذا لما بتخسر هتتحاسب شوف كابتن اللي تلاحظوا حاجة النتيجة كده ستة واحد يا جبعة يعني ستة أراء بتؤيد إنه هذه العقوبة طبيعية جدا وبدهية وفقا لسياسة العدل في العقاب والثواب كابتن شوبييرك كابتن مع الاحترام للجميع كابتن شوبيير وكابتن مجد وكابتن شادي وكابتن ميدو وكابتن إبراهيم سعيد والأستاذ حسن مستكاوي في مقابل رأي كان رافض للكلام ده خالص وشايف إنه ده جديد وغير مقبول وإزاي يحصل وإزاي أصلا ما يرجعش المجلس إدارة وده كان رأي كابتن شوبييرك اللي عرضناه لحضراتكم إذن الأمر كان واضح جدا لكن كل ده لم يقلل لمن تأدير النادي الأهلي لمستر بيتسو موسماني ولا من مساندة الكابتن محمود الخطير دي لحظة دي لحظة لمستر بيتسو موسماني واعتقد شفتوا هذا الدعم المباشر لا تنظر للخلف نحن ناثق فيك ده كان مساندة النادي الأهلي لمستر بيتسو موسماني لأنه اللي جاي مهم إذا كانت هذه الخطوة للمراجعة فهي مراجعة لترتيب الورق اللي جاي وإزاي نقدر نستفيد من الأخطاء اللي حصلت وإزاي نقدر نتدارك المسألة بهذا الشكل هل لديك أقوال أخرى عايزين يا جماعة ناخد كل حاجة في حجمها إحنا كنا بزعلانين وبنتكلم بزعل لكن بمسؤولية عايزين كل حاجة في حجمها مش عايزين ناس مننا تنكد على ناس مننا يعني ما يجي الأستاذ أسامة السويسي يقولك أنا حقفل وحعمل وابعد لا ما احنا بنخسر قلم حر قوي شريف محتاجينه ما بالك بقى ما يكون ده لعيب ولا مسؤول خلاص المسؤول زي ما بنقيمه وبنقف معاه زي ما أحيانا ننقضه ونعدبه ونزعل منه لكن كل حاجة في حجمها مش كل حاجة يا ملايكة يا شياطين يا سوبر هيرو أو أبطال خارقين أو ناس ما تنفعش هذا الكلام مش موضوعي وما يخدمش وعايز أقول للناس بقى إحنا داخلين على فترة انتخابات تذكر أو خلي بالكم من كل كلمة حتتقال دلوقتي ما تنسقوش قوع تفقدوا ثقاتكم بناديكم وبقياداته اللي بقالها تلات أربع سنين مما اتتاع الناس كلها طبعا الجمعية العمومية بتقايم بطريقة تانية خالص بتشوفوا اللي بيحصل وحتقايم عليه أما أنا بكلم الجماهير نغضب شوية ونساند كتير ترجمة نانسي قنقر